اشتركوا في القناة القرى والنجوه التانية اللي في مصر عدنا مع جزء من سكانها وسألناهم في الاول عن الخدمات الصحية اللي بياخدوها وخدنا رأيهم في نظام الصحة الحالي في مصر وده اللي قالهم بص يا دكتور فيها قدر من الراعات الطبية للناس يمكن تلاقي مهير في يوم ممكن تلاقي دكتور واحد يوم التأمين الصحيح حد ذاته يعني تلاقي تخصصة ودنية يعني ممكن تلاقي دكتور جلدية تلاقي المرض غمض وعيون ممكن بتشتك راحة يعني مش نظافة في كل الاياب ودكتور برضو بتلاقي يعني ايه الاطباء حد ذاتهم اللي بياخدوها بيبقى اغلابهم من قدرة هو المنطب عيد عن الفيوم وطبعا بيبقى معاناة برضو مفرين بالنسبة لهم خدريجين وفداد او اطباء لسا البياس كده بيبقى عندهم مشارك كده الاول ايام خاصة اللي شريفت عيالة خاصة بيه والاول ده بيبقى في المستشوف يعني تدخل بي طبعا عارسيني في طبعا حكاية المردلات ومنكن كادر ولا حالة منحقة كلها معدومة فلتأتي يعني شرب اهمال كبير من المسؤولين في المستشوفات المستشوفات والاهمال ده بكل مكان وفي كل جمانة على حكاة ده سيرات تما مصد هو ادروات عمامل عائز عالج با هو ادروات عالج با احنا بنتكلم على الايمال وعلى سببه يعني اول حاجة محتاجينها يعني ايه مسلا متوقعينه من وزارة الصحة الجديدة يعني فال عليك بتاع الزمال الكردوري استاخد علاجك وتاخد حقا وتاخد حاجة وتاخد حاجة مطبخة ان هي اللي تأتيب اللي عليك يعني مش حاجة دقت خاله المعطلة كمان يا دكتور يعني مفروض يبقى فيده الدكتور عارق يعني الدكتور يعني مفروض يبقى عارف ان اللي جاي منه دعايان واللي جاي ورادة جاي من دعايان بتاع راجل اللي معاه او من التعب اللي هو فيه يعني ايه يا لا لاحظوش يعني خلي برغم شغور البناءات اللي اديه مثلا انا راجل مثلا رايح موها دعيان واخد بالك خليلي تنرفزت ولا خليلي اديت ولا الوضع اللي اديه مسلا مش مريح طبوس لك بقى ممكن هو يتنرفز يقول لك لا ما عنديش دوة خالص وروح يبش من هنا وروح اطلع بقى وروح متصوش الفايوم متصوش الفايوم بانه وبانه بقيد مش مساحب بتاع نايم مش بتاع نايم عام لدول اقوامك اسعايا في كل السلسلة سواء بتاع نايم ممم وانا القبطول متخش عقى المستشرة الحاسي المستشرة دي بتاحته وبقول اللي بنهانه مش بتاع الشعب بتاع الناس كتو ورحومة يعني بيعاملك كده خالتك اه اللي دي بتاع ثوو بتاعتنا احنا لا احنا عايزين معاملة كويسة يعي احكي لي بقى من الموضوع المعاملة دي مكنت ما فيش دكتور هو رأى المستشرة دلوقت هو يوصد يقول لحضرتك إيه يعني أنا نقرر مثلاً من دماظر أنا في عبان مسالة دولية ما هو دكتور ما تعملونيش حاسة يعني مش غالية تخصي سنة بس هو يوصد بقى مش بس الدكتور يوصد كمان الدكتور موجود بقى هو دكتور واحد يعني بالتقفيل البر ده واحد ست أو اثنين ما فيش مثلاً معاهم الدكتور الدكتور يتلاقي في السكن بتاع المستشفى يتلاقي في عياله برا دي حاجة إن استدعى الأمر مثلاً واتنفذت وقلت عاوز الدكتور يحميك حالة فترة بياجي الدكتور اللي بيعملوا بقليته بروح مراكبك الإسعاف ويشحنك على المستشفى العام ده بالنسبة للتوارق في الليل أو إذا كان مثلاً منتفع من التأمين الصحي بيحاولك على مستشفى التكتوبة بتاع التأمين الصحي يعني ايه منتفع من التأمين الصحي؟ يعني معاك بطاق التأمين الصحي سواء كنت طالق المدرسة أو مواصف المريض يعني مثلاً أو الحالة اللي هي المرضية هنا بتبقى طبعاً المواصفين والطلبة والطلبة يعني 10% 10% كمان وكماً يعني انت بتروه عشان مثلاً محالك بالاستقبال أو بالمستشفى نفسها زايد دقدور وبالتحديد اكتب لك علاج بصنف واحد علاج او اثنين المتوفر في المستشفى ويكتب لك رجلتة تانية تباهم برضا مايوش داعو باقي بسبب العلاج دا هو بتاخذه غلط هو بنتين بيدي رجلت او غلاص طيب خامي نسألكم سؤال او هل لو واحد مثلا اه اجانه مثلاسكر او ضفط او كدة تمام بياخد علاج كل يوم او كل سبوع او كل شهر راتب شهري مسلا اه. اه. بيجيب التقوص طينين عشان ينجيب ثمان العلاج ده. لو واحنا على قد ده حاله. ان ما كانش منتفع من التأمين الصحي. اه. ما بيتوفرش العلاج في المستسعى العامة او يعني تسعين في المية اللي هم عندهم. بيبقى العلاج على بقية الدولة. اه. كان لفئات معينة وناس معينة. ازاي بقى لفئات معينة. اه. اه. اللي كان بيبقى معرفة بعض مجلس شعب او حاجة اول كان بيستفيد من دي. يعني ما فيه. طب ولواحد راح كده انا ما احباج لعلاج الكلان. لا يعني يا زوق الامرين. اه. في انه يحاول يجيب العلاج عنها في الدولة. ادي عاينا بسحاد العلاج. عايزين نعمل عملية تغضلو فانو فيه. مش عارف ان المقار مسكنة مغرب يخصر. بايل و ازاي بايل كنا. اه. مه. طرح انا واحدة بس ولا انجاذ. يعني المنافسي بواحدة بس لاندي أحمل وهتولد. اه. غالباً بتبقى حالات الولادة دي في العدل خاصة لأن العدل خاصة بتبقى يعني رغم أنها مكلفة بيبقى فاق اهتمام شوية والعادة الخاصة يعني برضو مع الترامل حدثة بتبقى يعني الدور على الناحة المادية في الأول وممكن يعني بيبقى تسد بحطول الطبيعي بتروح هناك ده حالة مرضية بتبقى قبل معادها ممكن يعملها قيصري طبعاً بغرض الكسب المالي قردها يعني مش رقفة بالحالة ده ملاحة مش اسعاف انه يعالجها بسرعة لا ده علشان المادة والعادة قبل بسهوة للاقي بعد كده مشكلة الطفل اللي بيتولد ده خطه في عناية مفسرين أو حاضر في حضنات وبرضو انت بحاجات خاصة وبرضو بندفعها برضو بيجي فلوسة لكن المزارة والحقومة مفيش حاضر بتبقى يعني نادر لما تلاقي يعني مش رقفة نعم اليوم رو حاضرات في التنوز ليه؟ اليوم رو حاضرات في التنوز ليه؟ معالي اقولها بتقل حاجة في حضنات مبهزة في المستشفى العام غاد ن ما 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 بيتبقى الناس معينة برهم اللي هم معاهم التأمين شحن؟ طبقه معينة يعني نعم الوحد معرفة اللي له واحدة ممرضة شغالة اللي هو دكتور شغال اللي هو معرفة بس لو كانوا واحد برا معرفة ويمكن يخش خلص كل عادة وانت المسيب بتاع دكتوره معافة ممكن يدخل هذا يعني كدا عمله على دوار صحيحة مقابر ومقابر من الدكتور حتى لو وصايفت العلاق حتى لو وصايفت العلاق بصو دكتور انا عاجها مستشفين لو شغلوها لما اشتغلت بالعمل بتعالج بكل محافظة عليها يقول لك انا عاجها برش حد ايدي وانا هوا وطعنوا يطلعك انت بقى برش عاجها مستشفين باش اي حاجة فانس ولا رأى ولا كيسر كل حاجة بقى برش دلوقتي لما بيه مثلا حد بتجي طاعم لما اللي اللي صورين بالتطريمات والحاجات دي بيتعاموه وتابع الواحد الصحيات لا بالتطريمات دي شهادة في موعيدة في الوقت اللي هي تابع المستشفين أو واحد الصحيات بالأمصال بتبع وضافة رف كله وهم ان بي تتعامل هم ان بيعادل تتعامل اه عملة التطعين بتتشغلة كويس ده مش معنى دي اللي بتتبع شغلة كويس ده يعني عشر وطفاق صغيرة عشان فيه حوافز لا بتبع فيه حوافز فانس اه وانتبع الموظفين بيتخارهم مع بعض عشان نفوا يتعاموا الناس اه تمام 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 طيب لو حد مثلا ان نقدر الله مثلا محتاج حاجة اجهزة تعويضية كرسي اه 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 يا دكتور اه في المستشفى بتاع الفيدمية دي اه صالط علاج طبيعي اه ما بيدخلش برضو فيها الناس اللي زي حالات اه ان كان حاجة تابعة دكاترة اللي بيجبوها من برة اه هم اللي بيدخلوا التاني الساعة باتنين جنيه يعني الجنجور بيدخلوا الساعة باتنين جنيه اه الساعة في العلاج الطبيعي سواء تشاعة او حاجة اه الساعة باتنين جنيه محددة بالساعة يعني طيب ولو حد بقى يعني معوش تروس تكافي مثلا انه يعمل عملية ويعمل ايه بقى؟ بيمول 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 مبالوش حال بقى؟ لا رب بقى يستلف بقى؟ لا 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 معلش يا دكتور يا دكتور اقول حضرة الحاجة هو طبعا عشان يعمل عملية في المستشفى فيه عمليات جراحية مستشفى عندما العمليات تبقى في اغلب الاحوال بيغضوها تكاثر في عادتهم الخاصة سواء كانت مسالك بولية او زايدة او حاجات زي دي تبقى في عادة خاصة اللي اجرى لما بيكون فعلا زي ما بيقول ايه واحد مش قادر وبيبقى يعني واجب على الدكتور انه بقى يساعد خلاص عندما فيه جراحة بس مبتخدش بقى يعني بي اغلب الحالات بقى نوعيا الحضرة عيدة بس مبتخدش بقى لو حد بقى عنده مسلا حلوات طويل مثلا سوفقر او لا ده بقى نسفهون سوفقر او بقى علاجوا علاجوا ببنده بقى حضرة بقى اذا مكانش لو حصلت طبيع صاحب يبقى مع نفسه معه ربنا بيجيبوا بقى ايه يساعدك الكتابت لك على خروج هو دي دا كيف يقاعدك يومين في المستشفى الكامية وبعد يومين يقول لك الكتابت لك على خروج انت كدامية مية فنعطاك باشاة وسكنات على محالين وانت سبتك لأفن أطلع برّ ها تعرفوا حد كده؟ كدير يعني حد كان من المرضى يعني؟ كان عنده التهاب كبد يواني رائي دا ولا حقا اي ايو البطن اللي بتزيد وكلام دي اه ايو اعرف ناس كان بلصالح كمان دا هو اشوف يعني من فترة كده من سنتين لما كدبا طلع علاج كيماوي لأمراض الكبد اللي هو الحق ان الموت بتزيد وشور او حق اي اه هو دا اي لا دي في اغلب الاحوال بيعملوها في مصر وعلى رفقت مفاصل دي ناس على نفقة الدولة انما الاغلبية على نفقة هنفقة الشخصية تمام تمام طب انا عندي بس سؤال كده عام كل الناس دي انتو حاسين ان انتو متأمنين ضد المرض يعني حد دي كلكم مش قلعين ان انتو داع عندي يعني او الب classify بس اي حاد بيكو لاكدر اللد وعين مش عارف يعمل improve اه اه معاك بقى امين. اه حال انت دميع. وليل طلبة في المدارس وفي الجامعات برضو معهم بتغطى امين. اه دي محسك بأمين? يعني انت متضمن بقى. يعني الى حد ما. حين ان فيه مراكز صحية هنا بتاجي بدول يعني الشركات على ان مستشفى خاصة يعني. اه تتبع الفروس سنوية وكل المطروع بقى بيبقى فيه نظام ايه? اه اه يعني تنفيض في الكشف والعملات الجراحية ببقى هو تنفيض. طبعا انما رفضلاش ولا لجأناها لها. انما اه موجودة الحاجات اللي زي دي. بس يعني عاوز اقول لك في الاخر ان ما بنتجيش برضو يعني نسبة تربعين في المية ولدتين في المية. طب انتم متوقعين ايه يعني متوقعين مسلا عشان 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 وزارتي الصحة تعمل حاجة تحسسكم انه. انت صحة احسن. طبع انتو صد في بجرية. طبعين صحة لكني صحة لكني صحة لكني صحة كل الناس. طبعين صحة كل الناس. طبعا انفلو بكث باية حاجات مبادئ كاش انهم يؤمنت بفقين عليها. طبعا عجال نتقلل في زي بقى عن طفا. اشتركوا في القناة